القد الشرطة والتركية والقبض على تسعة أشخاص يشتبه أنهم أعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية وأنهم كانوا يخططون لهجوم انتحارين على مكتب حزب سياسي في مدينة إسطنبول وأفاد بيان صادر عن مكتب الحاكم الإقليمي أن عملية الاعتقال جاءت بعد مطاردة بالسيارات في مدينة غازي عنتاب بجنوب شرق تركيا وأفاد مرسلنا في تركيا عن بدء الشرطة التركية حملة أمنية تستهدف عناصر يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم حزب العمال الكردستاني في مدينة إسطنبول ومدن أخرى